بسم الله والصلاة والسلام وعلى شفي خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل ما بدأناه بمقدمة في علم الفيزياء Physics Introduction اليوم إن شاء الله شابتر نمبر فور Work, Power and Energy Work, شغل, power, قدرة, energy, طاقة I will cover the following points إن شاء الله Skeller.product أي هو Work, Kinetic Energy The Work, Energy سيرة من نظرة الشغل والطاقة Energy is Conserved طاقة محفوزة Springs اللي هي عبارة عن Hooks Law, Canon Hook للSpring, Lozenburg Power, القدرة Skeller.product Skeller.product طبعا نحن عشان الشغل مبني على هذه الفكرة لازم نرجع تاني Skeller.product اللي خدناه في Vector Chapter اللي هو الضرب القياسي لمتجهين Product is obviously a result هذا الناتج ده ناتج الضرب B is نتيجه واضحه of multiplying two numbers لضرب برقمين هو ضرب برقمين Skeller is a quantity with no direction Skeller اللي هو القياس كمية القياسية هي كمية with no direction ما فيش اتجاه so basically work is found by multiplying the force لذلك أساسا الشغل بتكون منين by multiplying بضرب the force القوة times the displacement احنا نضرب القوة في من في الازاحة وكلهما Vector وكلهما with direction يعني magnitude with direction and the result is energy والناتج طاقة يبقى force times displacement يعطيني عضو gives us energy which has no direction associated with it التي لا يصحبها اتجاه بمعنى ذلك ان انا عندي الشغل اللي هو الطاقة تمام حاصل ضرب F اللي هي force vector quantity مضروبة في delta x اللي هي الازاحة برضو كمية متجهة يبقى كمية متجهة مضروبة ضربها قياسيا في كمية متجهة تديني F x ما فيش حاجة هنا معلش تديني F اللي هي magnitude of F وال x magnitude of delta x تمام cos zeta في الآخر كمية و cos 6 كمية يبقى في الآخر الكمية عبارة عن scalar quantity scalar quantity يعني كمية قياسية يبقى الشغل كمية قياسية بالرغم انه ناتج ضرب كميتين متجهتين scalar product is basically a conistraint on a formula يعني الدرب القياسي هو أساسا conistraint يعني محدد أو مقيد بالصيغة بتاعته in this case it means that في هذه الحالة ده يعني الف and x ان القوى والإزاحة must be parallel يجب أن يكونوا متوازين add force قوة و add الإزاحة add f and x must be parallel to ensure that they are parallel عشان نضمن ان هما متوازين we add the cosine on the end احنا بنحط الجيب تمام في النهاية والتالي هي f x cosine تمام الشغل عبارة عن متجه القوة ومضروف منتجه الإزاحة f delta x يجب أن f x f magnitude of f and x displacement cosine c 0 c 0 لأن f x must be parallel 0 ب x cos 0 1 f x مقدار القوة في مقدار الإزاحة هنا انا عندي force يعني dha bush car of shooting car بتفاح كده دفاح مسافة مقدار distance وبقوة force هنا حصل شغل force في المسافة عطول work zi ma qunna work dha عبارة عن كمية متجهة شغل قوة في مسافة في قوة في إزاحة بسوى FxCosin هذه لو أنا عندي قوة قوة دية في هذا الاتجاه في هذه الحالة الزاوية بينهم كام لهم لو كانوا كده في اتجاه واحد ومترين إبا الستة زيرو لكن لا عكس بعض فبالتالي الزيتة كان مية وتمانين درجة في هذه الحالة إبا الشغل بساوي القوة ككمية متجهة مضروف الإزاحة ككمية متجهة بساوي FxCosin والستة كان بمية وتمانين هنا عشان هم عكس بعض فكوزان مية وتمانين بكام بمينس ون يبقى الشغل في هذه الحالة مينس FxFx تمام؟ هنا أنا عندي فورس طبعا هنا الشغل الناعشي عن قوة الاحتكاك قوة ايه؟ فورس فورس او فريكشن فورس ايه قوة احتكاك هاي يبقى الشغل الناعشي عن قوة الاحتكاك هو سالب تمام؟ دية فورس او فورس او فرافتي يعني أنا عندي جسم الجسم هذا محدود على الأرض له وزن دا ويت او دا ويت بساوي م جي معروف هذا الوزن يقابله رد فعل قوة رد فعله النورمال فورس بسموها القوة العمودية القوة ايه؟ العمودية هنا تحرك مسافة جاء هنا او مثلا او يقابله تحرك على سطح خشن تمام؟ ففيه فورس او فراكشن فورس او فراكشن الشغل الناشئ في هذه الحالة بين مين ومين؟ بين الازاحة تمام؟ واتجاه القوة بتاعت اهي زاوية مقدارة كام؟ بين الازاحة التي تحركها الجسم وبين الفورس او فراكشن اتجاه القوة تمام؟ بتاعت الاحتكاك زاوية مقدارها مية وتمانين اهي في هذه الحالة بنجد انه الزاوية مية وتمانين كوزين مية وتمانين بمينس ون يبقى الشغل بساوي مينس اف اف في اكس في الازاحة وورك برضو هنا وورك نتيجة الليفتنج الحامل مثلا دا عبارة عن الشيء كده قوة برضو متجهة بساوي لكال اف اكس كوزين سيتا دا قوة الى اعلى فورس ودي الازاحة الكوزين هنا بكم؟ الزاوية بين الفورس والازاحة كام؟ 90 ديجري زاوية رايت في هذه الحالة ادي القوة كمتين متجهتين مضروبين في بعض ربان قياسيا بساوي مغنيتود مغنيتود وسيتا كنا ب90 في هذه الحالة بنجد ان الشغل المبزول بواسط كام؟ في اتجاه القوة العمودية بكم؟ بساوي 0 بساوي 0 جول لانه جول هو واحدة unit of work هنا برضو بواسطة الدافع هنا او الشد هذه القانون بتاعنا دائما ما ليش في خضاء دائما هنا تمام؟ بنجد انه نظر 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 مطبق قوة نظر 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 العمل من البرد من البرد الموجب من البرد النظر من البرد من البرد هنا هذا موجب لما يكون البرد النظر يجب أن يكون مرتفع إلى أعلى يبدأ سالب وهناك شيء طبيعي لأنك تعمل عكس الجاذبية وبالتالي ستبه سالب الكنياتيك انرجي طاقة الحركة نشأة السرعة يساوي نصف mv² نصف mv² لها نفس وحدات الشغل تذكر معادلة الحركة فتربيع مربع السرعة النهائية يساوي مربع السرعة ابتدائية زائد 2A في دلتا اكس في تسارع في المسافة في هذه الحالة ده معناه انه ممكن اخليها بالسرعة دي VF تربيع مينس VI تربيع طبعا half VF تربيع مينس half VI تربيع سوى A دلتا اكس لو ضربناهم في M multiplying both sides by M في الكتلة ده في M وده في M هون يديني المعادلة دي هي نصف mv² مينس نصف mvI سكوير ده عبارة عن طاقة الحركة نفس المعادلة دي يبقى بسموها KEF Final Kinetic Energy منس KEI Initial Kinetic Energy يساوي F دلتا اكس دي هي طبعا F لان كتلة في تسارع هي قوة والقوة في دلتا اكس يديني شغل شغل وورك يبقى عبارة عن مقدار التغير في طاقة الحركة يساوي مين؟ يساوي الشغل ناخد مثال A skater of mass 60 kg متزلج كتلته 60 kg has an initial velocity of 12 m per second له سرعة ابتدائية مقدارها يبقى VI هاي مواطيات عندي 12 m per second تمام؟ والم بتاعت الراجل ده 60 kg يبقى VI 12 m per second he slides هو تزحلق on ice where the fractional force is 36 newtons يبقى يمين F 36 newtons دي قوة الاحتكاك قوة ايه؟ الاحتكاك بساوي 36 newtons المطلوب how far will the skater slide before he stops كل الكلمة لا لها معنى هاو فار يعني مدام هاو فار يبقى يسأل المسافة يبقى هو X هنا بالنسبة له مجهولة تمام؟ هو المتاة how far will the skater slide كم المسافة ستحلقها قبل ان يقف قبل ان يقف ده معناه ايه؟ ان الفي اف بكم بزيرو اهو برافو انا سامع واحد يقول زيرو لانه وقف خلاص وقف مكانه عايز بقى مين؟ عايز المسافة اسأل نفسي ايه علاقة الكلام ده كله بالمسافة؟ انا مديني هي كتلة لازم استخدمها مديني قوة لازم استخدمها ومديني برضو سرعة بطريقة استخدمها اول حاجة انا عشان اطبق العلاقة بتاعتي الفي اف سيكوير بسيو في اي سيكوير بلاس اتنين ا في اكس اللي هي المسافة اللي ما عاوزها يبقى محتاج مين؟ تاجي الايه الايه طب اجيبها من فين؟ اه انا الراجل ده بيزح لك تزلج على الجليد قوة تحتكاك 36 نيوتين هو محتاج قوة بسيطة جدا عشان يتغلب على يعني على قوة تزلج عشان يقدر يتحرك يبقى القوة تساوي 36 نيوتين القوة بتحركوا هي نفس القوة بتمنعها تساوي ام ايه اهي بقى تمام الام في كام؟ مضروف مين في ايه؟ يبقى الايه بتساوي كام يا شباب سيرتي سيكس ديفايد باي سيكستي في هزي هذا معناها سيكس باي تين يعني او بوينت سيكس ايدي تسارع يبقى متر كل سانية تربيع وبعدين اعود بقى في المعادلة الاصلية اللي هدي اللي انا عايز عشان اجيب منها مين؟ اجيب الايكس لما عود في المعادلة ممكن استخدم المساحة دي مثلا مساحة دي فوق او يعني يعني اللي يبقى الفي اف تربيع بكام بزيرو اهو الف تربيع بزيرو يساوي في اي تربيع بكام؟ 12 كله تربيع بلاس هنا طبعا ايه؟ هنا الرجل ده يوقف ده معنى زائك تسارع بتاعه بالمينس يبقى مينس اتنين والاي بكام؟ قليها سكسة على عشرة في مين في الاكس اللي هو محتاجه؟ ده معناها دي سالب اتناشر كل سكوير 12 كل سكوير ده مينس 12 على 10 اكس ده مع الاثناشر دي فاضل الاثناشر بس والسالب مع السالب ابو موجب يوى 12 times 10 احي 120 متر موسيقى موسيقى موسيقى